سبع سنوات عجاب قضى الصيادون في ساحل أبي زهر منذ سيطرة الحوتيين في 2014 حيث أعطبت الحرب نحو خمسمائة قارب اصطياد ومثلها محتجزة لدى السلطة الإيرتيرية أو قراصنتها في وقت تعرض فيه مركز الإنزال السمكي للدمار الكلي ثم عاد مجددا بشكل جزئي فباتت عودة الصياد هنا صعبة للغاية بدون مقاومات الاصطياد خاصة مع عدم وجود رادع حقيقيا يحميه من هجمات مستمرة تأتيه من قبل إيرتيريا مع حافظة الحديدة يعاني من قبل القوى الإيرتيرية لإعتقالات المباشرة غير مسؤولة يكتحموا الصياد يعاني أصبح أكثر من خمسمائة قارب تقريبا متجزة لدى القوى الإيرتيرية في داخل إيرتيريا حتى هذه اللحظة ولم يفرجانها والتي تدمرت في سواب الحرب؟ قبل الطيران أثناء الضرب على الحوثيين تمام في المديرية تقدر بملايين الملايين تتدخل الرياح الشتوية أيضا في توقف حركة الاصطياد لما يقارب ستة أشهر فيضطر الصياد مقادرة الساحل الاتهامي إلى السواحل الشرقية وسواحل عدن ولحج وأبيا لكنه يجد نفسه هناك ضحية ثارات مختلفة أفرزتها الحرب أيضا يطهب إلى الحضرموش يوقف في الخط الآن السفر من عدن إلى شقرب 25 ألف نفار وهو بألف ريال التفرقاء يقول لك أنت شمالي نحن يا أخي سيادين ما نحن أي داخل بأي التفرقاء العسرية السياسية ما نحن داخل بأي حاجة يقول لك أنت سياد مفرد السياد يمشي لكن يقول لك أنت شمالي أنت ندري إيش نحن ما بش تفرقاء بين العسرية نحن مواطنين يمنيين سيادين ما نحن داخل بأي حاجة رابة 800 أسرى وبواقع 7000 نسمة يقتاتون على مهنة الاصطياد في ساحل أبي زهر ناهيك عن أكثر من 20 قرية على امتداد الساحل التهامي لا تقل كثافة سكانية عن أبي زهر ولم تكن بأحسن حال منها إن لم تكن بعضها أكثر سوءا وعويلا في إقامة الصيف يعاني الصياد التهامي من القرصنة الإريترية في عمق البحر ومن تدمر معداته وآلياته ومن انهيار البنية التحتية في مرافل إنزال السمكي وفي رحلة الشتاء نحو السواحل الشرقية وسواحل عدن ولا حج يواجه هناك الافتزازات المالية والتميزات العنصرية فيظل الصياد التهامي بين خيارين أحلى هما جحيم محمد المغاربي المهرية من ساحل أبي زهر شمال الخوقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر